بسم الله نبدأ دائما وأبدا وبحمد الله ننتهي إن شاء الله أبنائي وبناتي الطلبة في كل مكان أهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات اللغة العربية موعدنا اليوم مع الفصل السابع من قصة كفاح شعب مصر وعنوانه هزيمة وبعث جديد نواتج التعلم في هذا الموضوع بنقول في نهاية هذا الدرس يكون المتعلم قادرا على أن يحقق ثلاثة أهداف هدف معرفي يعرف أهم أحداث تاريخنا الوطني هدف وجداني يعبر عن حبه للوطن ويؤمن بالدفاع عنه هدف مهاري يحلل القصة تحليلا فنيا تعالوا نشوف مع بعض الشخصيات التي سنتعرض لها في هذا الفصل زي ما احنا شايفين مع بعض قدامنا ثلاث صور لبعض الشخصيات اللي هنعرفها مع بعض دلوقتي أول صورة على اليمين شخصية أحمد عرابي وقد سار ضد الخديوي توفيق وقاد الحرب ضد الإنجليز الصورة الثانية صورة الخديوي توفيق وهو حاكم مصر في ذلك الوقت وقد سمح للإنجليز بالتدخل في شؤونها الداخلية وساعدهم في احتلالها الصورة الأخيرة قدامنا صورة خنفس وهو قائد حامية القلعة التي سلمها للإنجليز قدامنا دلوقتي ثلاث صور أخرى الصورة الأولى على اليمين صورة الزعيم مصطفى كامل كان المحامي الأول عن القضية المصرية وجعل حياته كلها جهادا في سبيل الوطن الصورة التالية صورة اللورد كرومر وهو المندوب السامي البريطاني في مصر لمدة 24 عاما آخر صورة معنا لمحمد فريد بنقول أنه أكمل رسالة مصطفى كامل ودافع عن قضية بلاده في أوروبا والمحافل الدولية تعالوا نشوف مع بعض أحداث هذا الفصل بتتناول كفاح ثلاثة من رموز النضال الوطني في مصر وهم أحمد عرابي الذي وقف أمام الخديوي لعرض مطالب الجيش والشعب ثم قام بمظاهرة عبدين لتحرير البلاد من الخديوي والإنجليز ثم معنا مصطفى كامل الذي قام ببعث الحركة الوطنية في الداخل والدعاية لقضية مصر في الخارج وأصدر جريدة اللواء آخر شخصية معنا من رموز هذا النضال الوطني محمد فريد الذي حمل لواء الكفاح بعد رفيقه مصطفى كامل مستعينا بسروته وماله الخاص تعالوا نشوف مع بعض عناصر درسنا النهاردة الدرس النهاردة هذا الفصل السابع يتناول مجموعة من العناصر العنصر الأول رفض الخديوي مطالب الشعب وخيانته له العنصر الثاني المؤرخ مسدير يقرر حقيقة الشعب المصري العنصر الثالث مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية العنصر الرابع جهاد مصطفى كامل في مصر والعالم نستكمل مع بعض عناصر الدرس ونشوف العنصر الخامس حادثة دونشواي العنصر السادس استنكار مصطفى كامل لحادثة دونشواي العنصر السابع آثار مقالة مصطفى كامل في أوروبا العنصر الثامن إبعاد اللورد كرومر عن منصبه العنصر التاسع والأخير محمد فريد يكمل رسالة مصطفى كامل تعالوا نشوف بقى مع بعض هذه العناصر بشيء من التفصيل كان عنصرنا الأول رفض الخديوي مطالب الشعب وخيانته له بدأت الثورة العرابية باجتماع ضباط الجيش في منزل أحمد عرابي وأقسموا على الجهاد لتحرير مصر مما لحق بها على يد الخديوي وجرت الأحداث سريعا وقام الجيش كله بعرض عام في ساحة عبدين في التاسع من سبتمبر عام 1881 ميلادية وفيه عرض أحمد عرابي طلبات الجيش والشعب فرد الخديوي قائلا لا حق لكم في هذه المطالب لقد ورست هذه البلادة عن آبائي وأجدادي وما أنتم إلا عبيد إحساننا فرد عرابي رده التاريخي المعروف لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا أو عقارا والله الذي لا إله غيره إننا سوف لا نورس ولا نستعبد بعد اليوم اتفق الخديوي مع الإنجليز على أن يروا أمرا لدخول مصر وتعهد لهم أن يساعدهم وتعهدوا له أن يحموا عرشه وسافر الخديوي إلى قصر رأس التين ليكون في حماية الأسطول الإنجليزي الذي دخل ميناء الأسكندرية وقامت الفتن في البلاد وضرب الأسطول الإنجليزي في الإسكندرية واضطر عرابي إلى الدخول في الحرب ضد الإنجليز الذين انحاز إليهم الخديوي ووقف الشعب المصري بكل ما يملك بجانب الجيش وقائده العظيم عرابي ووقعت النكسة الكبرى بوصول الجيش الإنجليزي إلى القاهرة عن طريق العباسية ثم القلعة التي سلمها لهم خنفس قائد حاميتها العنصر الثاني المؤرخ ماسبير يقرر حقيقة الشعب المصري لقد جهل الإنجليز الحقيقة الواضحة التي سجلها ماسبير المؤرخ الكبير قائلا إن هذه الأمة المصرية العتيقة دون سائر الأمم والشعوب تدل طبائع أبنائها كما تدل آثارها على البقاء والخلود فكم من مرة اجتاحها الغاصبون الأقوياء وظنوا أنهم حولوا أرضها رمادا تزروه الرياح وظنوا أنهم قلبوا مدنها وقراها أنقاضا فوق سكانها فإذا بأولئك السكان ينفضون عنهم ما ظنه الغاصبون فناء ويبعثون من تحت الأنقاض ليعيدوا البناء والكفاحة من جديد لقد جهل الإنجليز هذه الحقيقة التاريخية وسخروا بها حتى لاحى بين هذا الظلام نجم جديد يدعو لبعث جديد العنصر الثالث مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية وأي نجم غير مصطفى كامل هذا الشاب الذي صمم على أن يجعل حياته كلها جهادا في سبيل بلاده وأن يكون المحامي الأول عن قضية وطنه العزيز لقد رأى مصطفى كامل أن يبدأ جهاده بوسيلتين الأولى تقوم على بعث الحركة الوطنية في الداخل لتوحيد الجهود ضد المستعمرين ومحاربة استسلام الوزراء والحكام وكبار الموظفين المصريين لسلطات الاحتلال والوسيلة الثانية الدعاية للقضية المصرية في أوروبا حتى يفهم العالم كله أن في مصر شعبا حرا صمم على أن يسترد حريته واستقلاله وكان بجانب هاتين الوسيلتين يبص في الشعب المصري الوطنية الصادقة الصحيحة والشهامة والشجاعة والإقدام ويدعوه إلى حب المجد والرفعة ومسابقة الأمم في مضمار التقدم والرقي لأنه كان يرى أنه إذا تمكنت هذه المشاعر وتلك الصفات من كل مصري ظهرت معالم الهمة والإقدام والتضامن بين مختلف الطبقات والهيئات واتحدت الأمة المصرية في أهدافها وغاياتها وقضت على دعاة التفريق والخصام وأصبحت أمام المستعمر كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا العنصر الرابع جهاد مصطفى كامل في مصر والعالم بدأ مصطفى كامل يتصل بالصحف المصرية ينشر فيها المقالات الوطنية ليلهب حماسة الشعب ويحرك غيرته ويسير وطنيته وكان يخطب في الأندية يحس مواطنيه على الكفاح والجهاد وما ترك مناسبة إلا وقف يطعن في سياسة بريطانيا داعيا أمته إلى التمسك بحريتها وحقوقها كامل ولينشر دعوته الوطنية في نفوس الشعب أصدر صحيفة اللواء التي أصبحت شبه مدرسة تعلم المصريين حقوقهم وواجباتهم وكان يهتم فيها ببعث الروح الوطنية واتحاد عنصري الأمة وكشف مساوئ الاحتلال والاستعمار ومحاربة اليأس والاستسلام والدعوة إلى التمسك بحقوق البلاد وكان شعاره في ذلك إن من يتسامح في حقوق بلاده ولو مرة واحدة يبقى أبد الدهر مزعزع العقيدة ولم يقتصر مصطفى كامل على نشر دعوته في مصر بل رأى بحكمته أن أقوى سلاح في جهاده هو الدعاية للقضية المصرية في أوروبا فذهب إلى فرنسا وهناك أخرج نداءه في صورة رمزية تمثل مصر تحت قيود الاحتلال البريطاني وهي تستغيث بأحرار فرنسا ليساعدوها على تحريرها واستقلالها طبع مصطفى كامل من هذا النداء مئات الألاف من النسخ ووزعها على النواب والكتاب والمفكرين والصحفيين في نواحي فرنسا وفي أرجاء العالم كله فكان لهذا العمل أثر كبير في تنبيه أزهان أوروبا إلى عدالة القضية المصرية وحق المصريين في الحياة الحرة الكريمة العنصر الخامس حادثة دونشواي وبينما كان مصطفى كامل يدعو للقضية الوطنية في فرنسا وقعت في مصر حادثة دونشواي لقد كان بعض الدباط البريطانيين يصطادون الحمامة بالقرب من بلدة دونشواي بالمنوفية فأصابت رصاصة أحدهم فلاحة مصرية واشتعلت النار في أجران القمح فطارد أهل دونشواي الدباط الإنجليز في بلدتهم فولوا هاربين وفي الطريق الزراعي تعرض أحد هؤلاء الدباط لآشعة الشمس المحرقة فأصابته ضربة الشمس فمات عندئذ سارت سائرة الإنجليز وشكلت محكمة عسكرية وبعد محاكمات وهمية لا عدل فيها ولا منطق حكمت بإعدام أربعة من الأهالي شنقا وبالسجن والجلد على آخرين وفي مكان الحادث نصبت المشانق وجيء بآلات الجلد والتعزيب ونفزت الأحكام أمام أقارب المحكوم عليهم في عنف زائد وقسوة بالغة العنصر السادس استنكار مصطفى كامل لحادثة دونشواي عندما علم مصطفى كامل وهو في باريس بهذا الحادث الأليم استغل الحادث ونهض على الرغم من مرضه يبين للعالم كله ظلم الاحتلال والاستعمار وتتابعت مقالاته في الصحف قائلا جئت اليوم أسأل الأمة الإنجليزية نفسها والعالم المتمدين هل يجوز إغفال مبادئ العدل والإنسانية إلى هذا الحد جئت أسأل الإنجليز الغيرة على سمعة بلادهم وكرامتها وأن يقولوا وأن يقولوا لنا إذا كانوا يرون بسط النفوذ الأدبي والمادي لإنجلترا على مصر بالظلم وصنوف الهمجية جئت أسأل الذين يجاهرون في كل آن بحق الإنسانية مالئين الدنيا بعبارات السخط إذا حدست فضائع في بلاد أخرى دون فضيعة دونشواي ألف مرة أن يثبتوا صدقهم وإخلاصهم بالإحتجاج بكل قوة وشدة على هذا العمل المنكر الذي يدين إلى الأبد تلك المدنية الأوروبية في أعين العالم كافة جئت أسأل الأمة الإنجليزية إذا كان يليق بها أن تترك الممثلين لها في مصر يعمدون بعد احتلال دام أربعة وعشرين عاما إلى قوانين استثنائية ووسائل همجية بل وأكثر من همجية ليحكموا مصر ويعلموا المصريين ما هي تكرامة الإنسان ثم استطرد يقول يحق للمصريين أن يطلبوا تحقيقا دقيقا كاملا في المسألة وإن مصر على بعد يومين من أوروبا فليأتي إليها الإنجليز المحبون للعدل والراغبون في إعلاء الشرف البريطاني وليذهبوا إلى المدائن والقرى وليروا بأعينهم أن الشعب المصري ليس متعصبا أبدا ولكنه شعب كريم أبي ينشد العدل والمساواة ويطلب أن يعامل كشعب حر لا كقطيع من الأغنام وأنه يعمل بكل عزيز لديه لتحقيق هذا المطلب الأسمى مطلب الحرية والاستقلال أجل إن الشعب المصري شاعر الآن بكرامته وذلك أمر لا يمكن إنكاره بأي حال إنه يطلب معاملة أبنائه أسوة بالأجانب وهو طلب عدل وغير مبالغ فيه أيضا إننا نطالب بالعدل والمساواة والحرية نطلب دستورا ينقذنا من السلطة المطلقة ولا شك أنه لا يمكن للعالم المتمدين وللرجال المحبين للحرية والعدل في إنجلترا إلا أن يكونوا معنا ويطلبوا مثلنا ألا تكون مصر تلك التي وهبت للعالم أجمل وأرقى مدنية أرضا تمرح الهماجية فيها بل بلادا تستطيع المدنية والعدالة أن تبلغ فيها من الخصب والنمو مبلغ خصب أرضها المباركة العنصر السابع آثار مقالة مصطفى كامل في أوروبا ودوت المقالة في أوروبا دويا عظيما وتناقلتها الصحف في مختلف أرجاء العالم بالتعليق النزيه وكان لبلاغتها وعبارتها القوية المؤثرة الصادرة من زعيم الحركة الوطنية تأثير كبير في الرأي العام الأوروبي الأمر الذي جعل صحيفة التيربيون الإنجليزية تنادي بوجوب منح مصر استقلالها الذاتي وكتبت مجلة المجلات الإنجليزية مقالة تذكر الإنجليز فيها بوعودهم بالجلاء عن مصر وأخذت الصحف العالمية الأخرى تنشر المقالات الطويلة عن مصر ومكانتها في المجتمع الدولي وكان لهذه المقالة صدى في البرلمان البريطاني إذ قام بعض النواب الأحرار يلقون على اللورد كرومر تبعت حادثة دونشواي ويستنكرون فعلته وتوجه مصطفى كامل بعد ذلك إلى لندن نفسها وراح يواصل جهاده هناك رافعا صوت مصر عاليا شارحا لرجال السياسة وقادة الفكر وجهة النظر المصرية في منطق سليم وحجة قوية العنصر الثامن إبعاد اللورد كرومر عن منصبه أدركت الحكومة البريطانية أن سياستها في مصر تحتاج إلى تبديل وتعديل وألقيت مسؤولية حادثة دونشواي على شخصية اللورد كرومر ورأت بريطانيا إقصاءه عن منصبه إنقاذا لسمعتها أمام العالم المتمدين وتخفيفا لهياج الشعور الوطني في مصر وكان استعفاء اللورد كرومر انتصارا كبيرا للحركة الوطنية فقد تولى منصبه في مصر مدة 24 عاما كان في خلالها الحاكم المطلق لمصر فلا شك أن إقصاءه عن السلطة بعد المدة الطويلة هو اعتراف بقوة الحركة الوطنية العنصر التاسع محمد فريد يكمل رسالة مصطفى كامل وقف محمد فريد في أوروبا راسخا كالجبال ينفق من ذات يده قبل أن يخطب أو يكتب كان يطير إلى المؤتمرات الأوروبية لا يفوته منها مؤتمر ولا يترك منها اجتماعا رافعا صوت مصر ومناديا باستقلالها يعينه ماله وتستعفه سروته دون أن يطلب من قومه عونا وظل يدعو لاستقلال بلاده ويسير في قومه الحماسة والوطنية حتى نفدت أمواله وعاش في أواخر أيامه مريضا فقيرا ثم أسلم الروح بعيدا عن دياره وكان لجهاد هزين الزعيمين مصطفى كامل ومحمد فريد أثر كبير في ازدياد الوعي القومي حتى أصبح الشعب دائما مطالبة بحقوقه وعلى استعداد لمقاومة الاحتلال وبزل التضحيات عند سنوح أية فرصة وقد سنحت تلك الفرصة في ثورة 1919 ميلادية المفردات كلمة ساحة المكان الواسع وجمعها ساحات تعهد أي التزم ومضادها تنصل تراسا أي ميراسا العتيقة العريقة وجمعها العتائق تزره أي تبعثره أنقاضا بقايا الديار المتهدمة ينفضون يزيلون مضمار أي ميدان وجمعها مضامير معالم أمارات وعلامات ومفردها معلم عنصري الأمة المقصود المسلمين والمسيحيين مزعزع ضعيف ومضادها ثابت واللو أي هربوا الهمجية الوحشية والفوضى متعصيبا أي متمسكا بالرأي ولو كان باطلا الخصب البركة والنماء تبع مسؤولية جمعها تبعات هياج إسارة ومضادها هدوء راسخا ثابتا مضادها مزعزعا تسعفه تساعده مضادها تتخلى عنه سنوح أي ظهور ومضادها اختفاء تعالوا نشوف مع بعض أحداث الفصل بتاعنا في صورة سؤال وجواب نشوف مع بعض السؤال الأول من زعيم الثورة التي وقعت عام 1881 ميلادية وأين وقعت نشوف الإجابة مع بعض الزعيم أحمد عرابي وقد وقعت في ساحة عبدين السؤال التالي على ما اتفق الخديوي مع الإنجليز عندما عرض عليه مطالب الجيش والشعب نشوف الإجابة تفق معهم على أن يروا أمرا لدخول مصر وتعهد لهم بمساعدتهم وتعهدوا له بحماية عرشه نشوف سؤال آخر لماذا سفر الخديوي إلى الإسكندرية وأين نزل نشوف الإجابة سافر ليكون في حماية الأسطول الإنجليزي ونزل بقصر رأس التين سؤال آخر لماذا اضطر عرابي للدخول في حرب مع الإنجليز نشوف الإجابة لأن الإنجليز دخلوا ميناء الإسكندرية وحدثت اضطرابات في البلاد طيب كيف بدأ مصطفى كامل جهاده ضد الإنجليز نشوف الإجابة مع بعض بدأ مصطفى كامل جهاده بأمرين هما بعثوا الحركة الوطنية في الداخل لتوحيد الصفوف ضد المستعمر ومحاربة استسلام الحكام للاحتلال الأمر الآخر الدعاية للقضية المصرية في أوروبا حتى يفهم العالم كله أن شعب مصر شعب حر ومصمم على نيل حريته واستقلاله طيب ما القيم التي سعى مصطفى كامل لغرسها في نفوس المصريين نشوف الإجابة الوطنية الصادقة والشهامة والشجاعة وحب وحب المجد والرفعة ومسابقة الأمم في ميدان التقدم والرقي السؤال التالي ماذا فعل مصطفى كامل لينشر دعوته في نفوس الشعب نشوف الإجابة مع بعض قام بالاتصال بالصحف ونشر المقالات الوطنية وإلقاء الخطب في المناسبات المختلفة وإصدار صحيفة اللواء لماذا أصدر مصطفى كامل جريدة اللواء الإجابة لينشر دعوته في نفوس الشعب المصري وقد أصبحت هذه الجريدة شبه مدرسة تعلم المصريين حقوقهم وواجباتهم طيب أذكر أهداف جريدة اللواء نشوف مع بعض الإجابة بعث الروح الوطنية كشف مساوئ الاحتلال والاستعمار التوحيد بين عنصري الأمة محاربة اليأس والاستسلام الدعوة إلى التمسك بحقوق البلاد سؤال آخر بنقول فيه لماذا توجه مصطفى كامل بعد حادث الدون شوي إلى أوروبا نشوف الإجابة مع بعض ليواصل الكفاح والجهاد ويشرح لرجال السياسة وقادة الفكر وجهة النظر المصرية في منطق سليم وحجة قوية السؤال التالي ماذا أدركت بريطانيا بعد تنديد مصطفى كامل بحادثة دون شوي الإجابة أدركت أن سياستها في مصر تحتاج إلى تغيير فوري وألقت مسؤولية الحادثة على اللورد كرومر لماذا يعتبر إقصاء اللورد كرومر عن منصبه انتصارا للحركة الوطنية نشوف الإجابة مع بعض لأنه كان الحاكم المطلق لمصر مدة 24 عاما وعزله يعتبر اعترافا بقوة الحركة الوطنية السؤال التالي ما دور محمد فريد ضد الاحتلال الإنجليزي نشوف الإجابة مع بعض أثار في قومه الحماسة والوطنية وقد ذهب إلى المؤتمرات الأوروبية لينادي باستقلال بلاده مضحيا بسروته كلها تعالوا بقى نشوف مع بعض مجموعة من التدريبات ألف اختر الصواب مما بين القوسين كان عرابي يعمل حكم دار القاهرة حاكما للجيش قائدا للجيش الإجابة طبعا قائدا للجيش وقعت مسؤولية حادثة دونشواي على نابوليون اللورد كرومر فلاحي دونشواي طبعا الإجابة اللورد كرومر أصدر مصطفى كامل جريدة الأهرام النبأ اللواء طبعا الإجابة اللواء حمل حمد حمد مصطفى كامل سعد زغلول أحمد عرابي طبعا الإجابة محمد فريد قائد الجيش المصري هو مصطفى كامل محمد فريد أحمد عرابي طبعا الإجابة أحمد عرابي قائد حامية القلعة التي سلمها للانجليز خنفوس باشا أمين أغا الخديوي توفيق طبعا الإجابة خنفوس باشا يعتبر عزل اللورد نقط من منصبه انتصارا للحركة الوطنية اللورد كارمر كرومر كريم طبعا الإجابة كرومر بدأت الثورة العرابية باجتماع ضباط الجيش في منزل مصطفى كامل محمد فريد أحمد عرابي طبعا الإجابة أحمد عرابي سؤال به ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة اختار محمد فريد طريق الكفاح المسلح لنيل استقلال البلاد طبعا الإجابة خطأ لبعدها لم يكن لمصطفى كامل أثر يذكر في نفوس المصريين طبعا الإجابة خطأ أصدر محمد فريد جريدة اللواء من ماله الخاص طبعا الإجابة خطأ تم عزل اللورد كرومر بسبب فشله في منصبه طبعا الإجابة خطأ بكده نكون وصلنا مع بعض إلى نهاية حصتنا اليوم ألقاكم دائما على خير بإذن الله مع وعد بلقاء جديد